واحد جالي وفلوس وكاش وانا كنت مزنوك يعني انت مزنوك تزنوك نانا طبعا قال ديني نص البضاعة عم علم بس يا عم عادل انت راجل طلبتك قليلة من الاخر كده ما انتش قد البيعة ديك واتفضل يا عم قادي عربونك اهو وانزل بقى من على ويدني انزل من على ويدنك بتباعنا مقبرة؟ ده شغلي والشغل ما فوش يا مرحميني وانا بقى غلطان من اشتخلت مع واحدة فاندي زيك ماش يا مقبرة انا بقى مش هخليك تبيع حت الجوعران واحدة في المنطقة ودلوقتي اطلع بره ده مدفنك انت مطعبش أنا مين؟ ده مقبرة اه عارف وخايف يعني ومع ذلك اطلع بره بسرعة واحدهوووو! لا إلهه هناالله صدا من محمد رسول الله الحمد لله، يا دولة، إنك خت عربونك لأوله جديد نروح لأخوه ما تفنى، ناخد البضاعة اللي إحنا عايزينها كلها أنت تكلم ليه؟ بتفكر ليه أسلاً يعني المهمة دلوقتي الزيزون، شراً ي 2012 ما عندناgere ، ط books , يا دولة حيصة إني الفلوس فلوس ستجد يا لس�� she was second وهتعمل ايه بالجزكي كي؟ هتروح تركبه في الحارة اللي ورانا ولا هتيجي تتفسح بيه هنا في الحمام؟ يا دولة بقى عايزين نتفسح بقى يا عم ونقفل البزار ده شوية بقى عايز تتفسح؟ يعني انت عايز فلوس يا رامزي؟ اه يا دولة عايز فلوس طب ايه رأيك بقى مخصوم منك عشرين جنيه؟ وادخل دلوقتي على البزار عايزك تنظفه عايزه بيوبره ايه يا دولة طيب؟ بلا مش عايز تستديني فلوس يا عم تدنيش بس ما تعودش تخزم لي بقى تخزم لي بتاع إيه يعنى؟ بتاع فون بتاع اللي بتاعه انت الصاحب تقول zak perfectly يلا يا لا تكرى الله غور من وشي غور من وشي ماشي ماشي حصل خير يا عم imaginary انا هستحملك ماشي تستحميل لني بتاعة ايه ده انا اللي مستحملك بالعفي يا رامزي بص أنا العفريتي الزرق بتتنطط في الوشي من المقبرة اللي كانت يلا تكا على الله تكا على الله طب ايه دول عايزي عاملك ايه طيب بقى اهدك يا ده اهدك اهدك ولا ولا ابعد عن وشي غور يا رمسي غور ماشي 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 براحتك ودرب براحتك ماشي خد عد خد عد عايزي ايه انت بالبرتم بتقول ايه بقولك ماشي ودرب براحتك ماشي انا فاكرك بالبرتم يا صباح الخير ياللي معانا يا صباح لا يا معلم رمزي في ايه بهزر معاك مالك يا عام انت مدق ولا ايه اه يا حتة والله يا دولة ده تعبني اوي اوي يعني وخافة شدة عليه تقطع لا يا عام شدة عليه ولو تقطع ابقى رفيه يا صالحه يعني صالحه اه انا هفضل بس مستحمله لغاية امتى بس اروح يا حتة والنبي روح هاتلي اتنين شايار انت مستنى حد يجي لك ولا ايه لا اصلا انا هقعد بس اكلم نفسي شوية فهنزي لها يا رأى انت عنا حاب نعمى ماجب مع الناس مش هنعمله مع نفسينا الباشة مقاليش بقى نفسه سكرها ايه نفسه سكرها ايه نفسه سكرها زي ده حتة الباشة باشة يا امور الاعتصام بكرة قدام ما كانا ستة الخارطين قدام اللحمين ورا واحنا رايز ذكرية انتو قسم التجليف يعني في اخر المظاهرة انتو الفينيش بتاعها بس ممكن سليم البادري يحلنا بجزمته سليم مين وبدري مين يا عمي؟ انا معاك يكون زينهم السماحي هكلموا لدي طرباءة ايوه بس زينهم السماحي مشغول مع امر السماحي اتطلقت ورجعت شاي العيلين على كتفها عملها ابن البادري وطلقها بس ده مش مهم المهم هو الاطراب والاعتصام لان ده هو ده الحل احنا مش اقل من عمال مصنع المكارونة الاسبكتي اللي غيروا خطة انتاجها وخلوها مقصوصة بكرة يا جماعة التجمع بتاعنا بعد مطش الزمالك طبعا كلنا زمالكوية يعني هنتغلب دمنا يتحرق نروح نفش قلبنا في سيسليم البادري خلاص اتفقنا ان يفض بكرة تكون جاهزة يا جماعة يلا سلام يا رجالة سلام استنوا اخرجوا واحد واحد يلا بقولك يا رجل كريل اطراب بكرة مش كده ها مش كده حزبي الله وانا اعمل وكير طب سلام بقى بكرة بقى ها بكرة الاضراب ها ماشي من تفقين ماجي طب سلام بقى دلالة ايه يا حتة ايه فين الشاي بتاعي ساعة عندي عندي دا يا رايي الزكريا رايي الزكريا انت عرفت اسمي منين يا عم انا سامعكم من الصبح يا عم وانتو عمال انت تتكلموا على الاضرابات والاختصابات بس اختصابات ايه هتخرب بيتنا اسمو اضراب اضراب ايه هتضربوا مين طيب هتضربوا اه حد غلس عليكم غلس علينا ايه بس انت فسنة كام يا ابني مروحتش مدرعزة بس يا ابني احنا عمال مطحنين ايه عمال مصنع زهرة زهرت ايه بس يا ابني يا ابني واسنع احنا عمال مطحنين طالع عينا شغالين ليل ونهار اسحاب المصنع بينلم والغلى واحنا بيتمص دمنا اه ما تفكرنيش بقى واتقلب علي المواجع بقى بالخصومات بتاعت دولة اللي عمالت ترف على دماغ الاخ عامل برضو اه عامل جمعية انا والوقت حتة وخمس وثلاثين قرش بس الشكل كده هتزمق ومش هتفعها من الخصومات بتاعت دولة دي لو احتاجت لأي حاجة ما تحت امرك ولو انت حاس ان انت مظلوم ماهمكش اعمل اضراب اضراب لا يا عم لا مقدرش انا اضرب دولة ده قوي 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 يا ابني افهم اضراب يعني تمتين عن الاكل عن الشرب عن العمل عن كل حاجة ترفع يوفة اعتراض على مصنع دولة ده اللي واخد حقك ايو بس حضرتك يعني دلوقتي انا لما جوع وارفع اليوفة دي انا هصرف يعني انا هستفيد ايه يا ابني مش مهم المهم ان انت هتسير الرأي العام ضد مصنع دولة ده اللي واخد حقك الناس الناس من اسكندرية الاسوان هتمشي وراك وتهتف يسقط دولة يسقط دولة يسقط دولة شايف شايف الصورة اه شايف انا فين انت الانت الهناك اللي شايرينه على كتابهم ده اه 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 طب تفتكر يعني بقى دولة هيشل الخصومات مش كده وبس ده احتمال كمان يديك علاوة لا 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 ما تقولش بقى يا ريز زكريا لا لا ما تقولش يا ريز بس زكريا ايه اسكت اسكت ما حدش يعرف اسمي بص يا حبيبي ده خانون العمل عايزك تقرأه كويس وتحفظه صم وبعد كده تحرقه ده يعرفك اللي ليك واللي عليك عرريك بس ببانت الهناك بس 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 اشتروا أستاذ عادل كنت عاوزك في موضوع يا إيه اللي جابك هنا أصلاً يالي يا لا أنا إيه اللي هي اسم تندهلي بيه ليك اسمه كمان عرفت اسمك فاضل بقى كمان تكون عرفت سنك آه في أكتوبر اللي جاي إن شاء الله هتم 27 سنة أكتوبر هاهاهاي وانت عارف أكتوبر ده أساساً اللي قالك عليه يعني قالك ده شهر ولا كبري شهر شهر يا عادل وبالأمرة بيجي بعد رمضان آه ما هو ده عادل عيد أكتوبر المبارك تباوز يا رمضي قاعد عشان أكتوبر مش قاعد طول ما أنا في بيت الراجل ده هو أنا مش هقعد علشان لو قاعدت يبقى هتنازل عن حقوقي ما انت طول عمرك قاعد واكل شارب نايم يا عويل وبعدين وحاية انتحايا عليك عشان تقعد إن شاء الله عنك ما قاعد اطلع بره يا جماعة استاهدوا بالليك ده هو أنا جاي أتفهم بشكل ودني ودنك زي ودن حمار بالزبط يعني أنت جاي فرحان بودنك ولي في ايه اللي؟ مالك ياه ماشي ماشي صور الشر يا أمد انت أخوات فيه ايه؟ والنبي حاج جاي نعم خليك في الملخية اللي انت بتأرطفيها دي ده أنا أرطف ودنك أه أرطف ودنك ترك ترك ودن ودن إيه اللي ماما يا قاعديني إيه اللي ماما يا قاعديني الأدر إيه دي إيه دي يا سنة ماما إيه دي يا سنة عايزي أدر أمزي يا قاعد إنت بتتاري على طاشة ملخيتي؟ طب أنا كنت حديك طبق لكن عشان قلة أدبك دي ولا لقمة حتاكلها أنا الحمد لله مش مستنى إحسان من حليتك أرطافي 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 أرطافي؟ ولا لا ده كده زادت عن حدها كل يخش جواه كل يخش جواه سيبونا أنا أتصرف معايا بقى البيبي ما تستخدمش معاه العنف الودة الودة تلتاشه بس أنا أتصرف أستخدم معايا طريقة ترويد الجحف طيب يا رمزة خش جواه كله جواه كله جواه كله جواه ده على أساس أنت واحدة منه وما لقيت تعال إيه لا بقولك يا أستاذ عادل ما تمدش إيدك أنا عارف كل حقوقي حقوقت طبعاً ما تمدش إيدك في إيه لا؟ في إيه؟ عايز حقي عايز حقي؟ ده كده مش رمزي كده هاني رمزي بص بقى ولا هاني رمزي وأنا سهير رمزي ما تنسنيش بقى وتلخبطني الاسم اللي طول عمر بحفظه لا 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 ده الأوليب نامت والإنصاص قامت والقلتة كالة عيالها ولا يه؟ في إيه أدى رمزي هات؟ بقولك إيه؟ ما تقطعنيش وأنا بتكلم لا ده أنا مش هقطعك ده أنا هقطعك يهات هقطعك في إيه أدى رمزي هات؟ ماشي أنا هروح بقى هشتكيك لإنقابة المعلمين ده على أساس إن أنا المعلم بتاعك آه آه ماشي اشتكيك هشتكيك ماشي اشتكيك غولي هات يا رمزي هات وهقول لهم على دي كمان على فكرة هتقول على دي؟ آه بقول لهم بقى كمان على ده ماشي ماشي استكيك ماشي هاتكتب؟ آه هاتكتب وعدد واحد ألم واحد ألم يا سلام الواحد يجي جاي يصطبح أجانب داخلين جبه البازار ايه ده؟ لا للخصومات لا للكشري النعم للرفق بالحيوان تماثيل البازار تؤيد رمزي هنا وقعت في المظاهرة ولا ايه؟ مين الحيوان اللي علق اليوفة دي؟ أنا أنا اللي علقتها يا سلام انت اللي علقتها بتشويها سمعيته قدام السياء شش أنا عامل اعتصاب ومش هقوم غير لما تنفس كل المطالبك ما انت مطالبك اتحققت انت مش كاتب يافتة وكاتب عليها أيام دونكي يعني انت حمار خلاص عادي جدا عايز ايه تاني غير انك انت تبقى حيوان وانا عم بنرفكم الحيوان عايزي تاني مش ادو لو اقعد اغلط اغلط ومش هتزعزح من انه خالص يعني مش هتقول خالص طب تعالى مانا ماذا تفعل بهك الجهيم؟ هذا ليس شأرك هذا ليس شأرك ان انا اتصرف معه كما شئ تبقى لك تبقى ليه؟ انك ده انك ده اغلط لامك ايها الوقت سأقتلك سأقتلك يا الهي انه يالكيمه في معخرته هل انت اتيت فيه جمل؟ اه 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 ادرب رسكو فاني اتقلم ان انا اريد ان اقلمك انت فقدت صوابة هذا العمل عواقبه هو خيمة 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 انت لا تدري اجون ماذا افعل به انهم مرمطني لقد طلع ماء اه ايه؟ يوجد قانون يمكن ان تقضيه لحاكم الولاية ولاية؟ اوه ده يفهم ولاية ده مش فعل عاق خلص اه 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 ادرب رفكو فاني بنته ليه تفتق سوف اعرفيه ولادك يا روح خالتك صحكاً ماذا فعله لكل هذا؟ لقد فعله حاجات كتير محدش دعوة انت يا عم ايه؟ انت قايل من المسرح الاوروبي؟ ولا جانس حد سلطك عني؟ ملوكش نعره ملوكش نعره ملوكش نعره الغوث الغوث انك ده دين شاي على ميا بيضاء حتة والسكر برا حاضره باشا دول عندي يا دي حتة وامورنا معلم رمزي مايصحش انت عاملوا بدون ماء يا عم ربنا عالمفتري ربنا بيقول اسعى يا عبد ونعينك ونعمة بالله بس يعني يا خواجة انا اعمل ايه بعد كل اللي انا عملتك؟ اترك لي هذا الامر فانا اعمل مراسل في قناة خود حقك وسوف اتبنى قضيتك وسوف تحصل على جميع حقوقك مستر رمزي اعلن قضيتك امام الرأي العام العالمي بسم الله الرحمن الرحيم بصوا حضراتكم يعني انا واخوية على الغريب وانا وانتم واخوية والغريب على ابن عم اللي هو دولة يعمل بدا يا موفق منذ متى انت تعمل بالبزار؟ حضرتك يعني منذ طفولة اذافري يا اما وقفت جنب دولة حبيبي دوان في ازماته اللي انا كنت دايما محققه له يعني ويا اما روحت جبت له كياس كشري وعلب وساعات كنت بقضي مشاور تخص امراته اللي هي امو ياسمين رانيا وما هو راتبك الشهري؟ حضرتك انا انا بشتجل معا بلؤمتي حضرتك اذا هي الصخرة تعود المدني هل كان يعتدي عليك بالضرب المبرح؟ لا الحقيقة يعني الضرب ما كانش مربح ولا حاجة يعني ما كانش بحسبني على الفلوس يعني بالاقلام ويا ما خدت منه اقلام وشلاليته ما تدنيش ولا اي فلوس اذا هو عهد المملك يعود من جديد على يد المملوك عادل سعيد حضرتك انا ممكن بس يعني اضيف حاجة صغنطوتك ده وان يعني اه اه انا من ضمن يعني اسباب اعتصاني واقوفي مع حضراتكم دلوقتي نمتي نمتي حضرتك يعني انا يا ما قلت لدول حبيبي اهتلي مرتبة سفنجة علشان انا بحب تنطط وانا نايم يعني بالليل؟ دعنا نتكلم في صلب قضية رامزين هل كنت لا تعطير هاتيبو الشهري؟ حضرتك انتو ممكن تسألوا حتة اللي شغال في القهوة اللي جملينا قلوله انا بدفع مشاريب لرمزي قدقي يوميا بيفعله سبعة جنيه تخيل حضرتك بيشرف الكوكتيل وهو مش مقتنع ان الموز فاكها بيشير الموز وبيرميه حتى ما بجيب له حوالو شي وده مفروض وجبة ضخمة يعني بيرمي اللحم اللي جوا العيش وبياكل العيش حافي ماذا يقصد بهذا تصرف الغريب؟ حضرتك انا مش عارف هو يقصد ايه يمكن مسلا عامل نفسه نباتي ولا حاجة حضرتك؟ وماذا عن المبيض الغير ادمي بالبزار؟ اه لو حضرتكو يعني تقصدوا موضوع المرتبة السفنج انا هقولكو على كل حاجة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام هو جالي من فترة كده وقال لنا عايز مرتبة سفنج وقلت له ما عنديش مشاكل رمزي يعني عادي جدا حقك اجيبلك مرتبة بس انا حبيت اجربه الاول في يعني بتاع دي مخدة سفنج جبت له المخدة السفنج تتخيلوا عمل فيها ايه؟ يا ترى ايه؟ عمل ايه بقى يا سيدي فكل ما خد السفنج وخد منها السفنج وبالموس قاعد يقطع السفنج حضرتكو ماشي عشان يعملوا كورة شراب السؤال يطرح نفسك يا ترى جاب الشراب منين؟ حضرتك يعني جاب الشراب انا مرة كنت داخل يعني اتوضى فقلعت الجزمة والشراب خرجت رقيت فرد الشراب واحدة لدرجة ان رجل التانية اخذت برد وممكن تسأله الرجل اللي هو شغال في الاجزخارة اللي جنبينا يعني لان انا اخذت منه قبل كده يعني مضاد دحاول تاع البرد ايه ده؟ ده نمرت البيت البيت بيتك الاستاذ محمود سعب قالو قالو ايو ايو استاذ محمود يا استاذ محمود حضرتك يعني انا بتصل كتير جدا بالبرنامج بلاقي التليفون مشغول ها؟ لا حضرتك درب ايه معقولة هضرابو يعني حضرتك لا يعني حضرتك ها؟ لا بديله مرتبه طبعا بديله مرتبه هو قلل حضرتك ان انا بقلب على البرنامج بتاعك وبتفرج على برنامج العشرة مساءا حضرتك يعني هو بيجذب عليك انا متابع حضرتك ودايا مين هتحاسب عليه من ايام ما كنت حضرتك بتقول اشرب العصير اشرب العصير ايو افادة ايو افادة هلو يا او اساذ محمود اساذ محمود وط التليفزيون اللي عندك اساذ محمود يظهر ما دفعوش الفاتورة ها فيه اسئلة تانية وماذا عن الضرب؟ الدرب حضرتك يعني احنا كلنا اتضربنا واحنا صغيرين عشان ايه؟ عشان نتعلم ثانية واحدة العشرة مساءً ألوه أيوة أستاذة مونة والله أنا معجب بالبرنامج بتاع حضرتك جداً أكتر برنامج بشوفه في حياتي يعني رمزي قال لحضرتك أن أنا بقلب وبتفرج على البيت بيتك لا حضرتك هو يقول اللي هو عايز يقوله أنا بتفرج على العشرة مساءً من أيام ما كانت العشرة إلا ربا يا أستاذة مونة أستاذة مونة ألوه ألوه ما دفعهش الفاتورة برضو كده مش فاضل قدامي غير الأستاذ معتز الدمرداش أحد معانا أمرت معتز؟ يا حبيب قلبي إيه لازمة الحرب الإعلامية الأولى اللي أنت بتخدها دي يا ابني الشيطان دخل بينكوا استهدا كده بالله أنت عارف رمزي؟ القليل يسده يا ماما ماينفعش يا ماما أنا لو دفعت له العشرين جنيه بتوع الخاصم دول بعد كده يطلب أي حاجة ويعمل اللي في دماغه يعني مش عارف حكمه مش عارف حكمه أنا عايزة فهم حاجة يا عادل هو ده مش موظف عندك؟ ما ترفده يا أخي ارفده وخلصنا يا سلام ارفده عشان الأستاذ محمود ساعد في البرنامج بتاع البيت بيته ده بيطلع بقى يقعد يقول رفده وفين حقوق الإنسان ولازم نبهد العادل سعيد ويمرمطنا نناقص طب وكي وكي خلاص يا بابي اعمل هدنة يا سلام اعمل هدنة عشان يخدر بيا وبتمثال عربي مسموم ممكن يغزني وبعدين خلاص القضيات سعادت ووصلت لبلاد برا في أوروبا دلوقت القضية هتتنظر في محكمة العمال بتاعت أطلنطا صباح الحير عليكم صباح النور يا أخوي أنا جون دي باولا محضر مع أطلنطا لمرد مستعجلة أمر يا سيزي جون باولا أمر حدك عايز ايه مريد التوقع السيد عادة سعيد على استلام الحكم فقد خسر القضية التي رفعها عليه الشاب رمزي ايه؟ الشاب رمزي؟ لهيه؟ هو قال لكم ان هو جزائري عشان كده بتقفوا معاه؟ لا داعي لمثل هذا الكلام فقد خسرتم القضية وعليه لابد من دفعكم المبلغ نصف مليون رقمة كتعود عن الأضرار التي لاحقت بالشاب رمزي لا ده ظلم عادل عادل ما تضيع عش نفسك عشان الشاب رمزي عادل عادل يا بيبي يا حبيب قلبي سلامتك من قوة سلامت قلبك يا زيدي غضر بي يا الجبان النادل النادل الجبان دولة دولة حبيبي دولة ازيك يا دولة ازيك يا دولة جاي دلوقتي عايز مني ايه؟ عايز انتين مني جايه يتموتنا اكتر ماانها هموت اهو ألف سلام عليك يا دولة لا ما تقولش كده ألف سلام عليك عايزة عايزة يا كلب اطلع برا اطلع برا اطلع برا واذا القميس الي انت جايبه ده؟ انت صرفت الفلوس كلها جايب قميس و جايب كمان بتاعك دي دي انهرة بياز يا دولا ايه يا دولا فلوس ايه بس اللي صرفتها؟ انت بتدفع حاجة يا دولا يا دولا حبيبي انا مش عايز منك غير انك ترفع لي بس عني الخصم يا دولا معلش يا عادل يا حبيبي دا كلهم 20 جنيه يا بيبي ماشي ماشي هرفع عنك الخصم وبعدين هبأخذه تانية طب يا دولا بقى يعني انا ليه حب الشروط كمان بعد الآن؟ كمان حب الشروط يعني شايفة بيستغل مرة دي وكمان بيفرد شروط بص يا رانيا معلش يا بابا نسمعه ونشوف ماين يا عادل ماين ايه شروطك؟ تعمل الاشتراك توكتوك اروح بالشغل وارجع بيه كل يوم شفت النمر ده شفت النمر ده وبعدين توكتوك ليه؟ اذا كنت انت بتبايت في البزار هتستعمل التوكتوك في ايه؟ هتلف بيه جوه البزار من المرتبة للشغل يعني اه صح طب بص يا دولا يعني اكسرلي تمثال كل يوم في البزار وما تحسبنش عليه يا عمي ماشي؟ واتجيبلي كل يوم كوباية كوكتيل بشلمون وعلب الكوشري علب الكوشري طلبتك زادت قوى يا رمزي وبتقرس علي يعني كمان علب الكوشري علبة معلش يا دولا انا اسف يا دولا والله اسقبت علي طب بص بلاش يا عمي العلبة دي وانمشيها كيس كوشري بس يا دولا عبيبي دولا عفو خلاص خلاص سلام عليك يا دولا انا جازمة وانمشي انا جازمة من الجازمةو ووسخ ايدي ووسي ازاي؟ ماشي خلاص هاجبلك كيس كوشري كل يوم بس على شرط انا كمان بقى امرني يا دولا حبيبي ماشي انا كنت كل يوم بديك الام بس كعك الام كده؟ يا وحشني وحشني الله طب انا كل يوم ليه الام؟ ماشي يا دولا انا بقى لي كم يوم ما ضربتكش؟ تلت ايام يا دولا تلت ايام ما ضربتكش؟ ايه تلت يام دول بكم الام؟ بثلاث تقلام يا دولا يا حبيبي ألف سلام عليك ثلاث تقلام طيب تعالي إيه دا يا دولا؟ وبرحتك وبعدين في الزفت خلافاودة هعمل له إيه يعني؟ عمال بيزن علي يزن علي كل شوية عشان فلوس بتاعته طب يا دولا ما دام يعني عمال يزن على ودانك كده هو ما تحطول قطن في ودانك هنا أو سفينك أنا مش عارف أعمل إيه مع الراجل دا بيكلمني كأني شغال عنده يعني بيشان ابو اللي عامل زي قرن الجاموسة دا؟ لا بس بصراحة يا دولا يعني معلم خلافاوي دا راجل جدع جدع إيه يا ابني ولا جدع ولا حاجة دا أنا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي معلم خلافاوي والله يا حضرتك لسا كنت جاي بصيرتك أنا والحيوان دا آه بأمارة قرن الجاموسة ها؟ عصر الكلام اطلب فلوسي يا نصب بص حضرتك أنا مش نصب ولا حاجة أنا ليا فلوس كتيرة قوي في السوق بس الناس ما عندهمش دم ما بدفعوش حضرتك لغاية دلوقتي يعني ما تقولي نفسك يا أخي قصدك إيه قصدك إن أنا ما عنديش دم ماشي عموماً إشتي ما بتلف تلفه وترجع لصحابه أما صحيح اللي اختشوا بياته أبقى مدقينك وتغرض فيها وفي مطيطك طيب عادل أنا حاخد فلوسي تايتهم تهلد وأنا رنته ماشي أعلى مفخيلك اركابه مع ألف سلامة يا معلم الكل ألف السلامة ألف السلامة مش تقولي يا خابي مش تقولي إن هو واقف ورا ظهري أحسن أحسن ماشي ماشي يا رامزين مفرقتك بقولك إيه إيه؟ عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاعت حور ده أخده معي وأنا رايح للمعلم إبراهيم يمكن أخد منه فلوس حادي بطلع لا لا ولا أقولك لا لا بلاش هتكسروا ما أنت هو بتكسر طول الوقت أنا هطلع أجيبه بنفسي ودي السلم كويس ماشي اطلع بقى يا دولة بس بقولك إيه؟ اطلع واحدة واحدة ليه يعني طالع سلم المجد إيه ده؟ السلم بيرقص كده ليه يا لأ؟ أيوة يا دولة ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرب رجلي يا لأ رجلي 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 آه يا دولة نسيت أقولك حاسب السلمة المكسورة إيه خرب بيتك جاي دلوقتي تقولي حاسب السلمة المكسورة رجلي يا لأ اتسل بالإسعاف ولا اتسل بالدكتور بسرعة طب أنا ماينفعش اتسل بالدكتور وهو اللي اتسل بالإسعاف ويجي؟ اعمل أي حاجة؟ هاالحقني يا لأ رجلي شكلها قسرت ولا بسرعة بس ألف حمد وشكر لك يا رب اسلم لسه بخير اتسل يا لأ اتسل 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 أحضر مدولة احمليين مدولة كام يا دولة؟ نمرة ايه؟ نمرة الدكتور خمسة وخمسة يا حبيبي خمسة وخمسة عن وصبتك ورب العرش نجاك يا ماما وأنا خبط في ميكروباس منهم اللازف ططين ورمزي أنا كنت خايف ان هو يكسر التمثال كسرت رجلي وكسرت التمثال معلش دولة؟ ألف السلام عليك يا عام بكرة ان شاء الله تخفها هو ما قولت كسرت جبس يا هو دولة مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومشي؟ انا مش عارفة انت استبحت بوش مين النهاردة انا عارف استبحت بوش مين ايه الخافة انتوا فيها هذينتوا الاثنين هو ايه؟ سيكتنان ودخل بحصانه ولا ايه؟ بابا هو ده الجبس اللي بيبنو بيه لعمارات؟ اه بصي الجسيه كده اه طعا عموما نتمنه يا جماعة الدكتور تمني خالص على الاخر يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشورياني ويتبعه تقلص فيه على عضلات وتمزق فيها واذا حمل عليها اكتر هيحصل نيار كامل العمود الفقري كاملا من اوله لاخره بس والله فيه امل يا عادل يا نهارب لا ده انت تطمنتيني خالص ده انا كنت خايف الحمدلله يعني انها جت على اتمزق وينهار اسم يا حبيبي اذا ما كنتش انا اطمنك مين هيطمنك بس يا عادل ده انا شريكة حياتك يا بابا طبعا يا حبيبتي انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي دولة انت كده بقى هتبقى بريكل مسلوخة يا عادل طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين ده هتروح البزار بكرسي ابو عجلات ابو عجلات؟ يعني ان شاء الله مفيش مشكلة خالص بالنسبة للبزار بس بجد يا جماعة انا متفائل بالروح اللي حوالي دي انا مبسوط جدا لا وانا عيداك تتفاعل اكتر علشان موضوع البزار ده محلول اصلا محلول اصلا وبتقوليها بثقة كده وتشوحي بيدك هتعمل ايه بقى يا النوس عين مامتك؟ هتجيب التماثيل تروسيها جنبه على السرين ولا اقولك نوصه بفاترينة كده وروسي فيها التماثيل بيدك اه يا جماعة على فكرة قولي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهة معاه لا يا خفة انا اصلا قررت ان انا هروح اقعد في البزار مكان عادل ده على اساس انك خريجت قسمة اصار فرع بزارات صح؟ يا رانيا يا حبيبتي البزار ده مسئولية وده شغل ضخم مايقومش بيه ميت راجل على الاقل يعني لوناب الديني فرساتي بقى الديني فرساتي عشان اثبت ان وراء كل رجل مكسور امرأة عظيمة ميل وسجانة وتحمل ميل وسجانة شباك ناستين وحريق ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا بص يا انا قلت بقى دولا مش موجود ففرصة ااخد هدومي فمين ما تقلع الجاك تخسلولك يا رانيا شيل الهي باب اللي انت بتحبيبه ده يا قرف وعمل حتابك من النهاردة وطلع انا هنا زي زي عادل بالزبط خلي بالك بقى من رجلك الغربال الجديد له شدة برضي قاعد في بزار اه فعلا يا رانيا يعني هي لو كانت غسالة كانت تبقى ارحم بص يا رمزي استاذ رمزي لو سمحت انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصية ربنا يحفظك الاقي عندك تمثال او انضع؟ والله يعني للأسف كان عندنا وخلص طب ولا تمثال حرص؟ والله يعني للأسف مكانش عندنا وخلص ماذا؟ ما شغيل زي؟ ما نصح بالمكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص بص يا خلص بص يا خلص استاذ خلص لا سمحت من خلال فهمة المشكلة توصلت للحل وهي انك تمسك وراء وقلم وتلف على البزارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه بس ايه؟ ايه؟ ايه واحد ياخد باله منك اه يعني كده هو ان اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقة معايا مخبية وراء ظهر يعني اعمل انت عايزه عرامزي بس المهم من الورقة دي تكون عندي النهاردة ايه يا رانيا بس دو لو شافونا ايه موتوني يا اخي يا ريت ابقى كده وصلت لاول خطوة لاصلاح البزار ده حد تتكلم النهاردة؟ الحج خفرة ومين الحج خفرة؟ ده تاجر من تجار التماثيل بس ايه؟ ايه يعتبر صنم في المجال ده هو اه طب هو عايزين؟ اه كان بيسأل يعني على البضاعة اللي هو كان عايزها مننا اه طبعا مفيش بضاعة لان هي دي مشكلة لا يا رانيا المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا احنا اخدنا منه تماثيل ومدينا نهوش الفلوس عشان احنا ناس معنداش دم الله احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية معندهمش دم غيرنا اه يعني احنا معندناش دم وهم معندهمش دم انا كده بقى عرفت المشكلة فين ماما انا مش عايف اناقل الرز ده صح ولا غلط لان بطلع منه الزلط بس حاسس انا بطلع الرز مش بطلع الزلط يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري الف بعد الشر عليك يا حبيبي انا قلت بس اسليك بدل من انت قاعد كده لشغلة ولا مش غلط واه الواحد برضو يعمل بلقمته عشنا وشوفنا عادل قاعد بناقل رز وامرات ومسكة شغل البزار محادش يتكلم عن ماما كنت بقيت راجل البيت دلوقت روسي ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه خيال ما قاتى شايف شايف بنتك المفعوص ومعصوفة الرقبة صحيحة اللي بلدر على فوما تطلع البنت لاماها ماما جات ماما جات وحشتيني يا ماما حشتيني يا ماما حشتيني ماما روح ماما قالوا ماما وحشتيني موت تبسى الخليج يا جماعة ايه الاخبار جبتيني حاجات اللي اها طلبتها منك يو يا عادل ليسيت ماريش انت عارف زحمة الشغل يا حبيبي طميني عليك رجلك عاملة ايه الحمدلله هو قاعد زي اي ست بيت شطرة بيتنقل رز عادي جدا ماما حشتيني يا حبيبي جاوز هداي ام اوكي يا مامي انت عارفة بنتك بقى وقدرتها انا عايزة اثبت لعادل انه وراه ست تاكل الزلط اهو يا حبيبتي الزلط مجهزولك لوحده اهو تكليب راحتك يعني طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى اه حمدتي حبيبتي لو سمحت بمفضل حضرتك انا عايزة بحاجة اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على صفلة انا بطعب يا جماعة بطعب فعلا رعوني رعوني الله يخليكوا بطعب اف وادي الرز وادي الزلط مش حيبت مش عايزة اكو الرز رانيا هو انت مش هتخرجيني النهاردة زي ما وعدتين يا حبيبتي ولا ايه والنبي يا عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه طب جبتيني كريم الشعر اللي قولتلك عايزه يا عادل انا في ايه ولا في ايدي الوقت وانت بتعمل ايه بالورقة اللي معاك دي بنات بشوية افكار هتخلي البزار ده بزار الاحلام انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام يا عادل تشوفي يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه انت بحسساني ان هرجع على ايه ما هتحف بص يا عادل انا مقوم انا بحكمة بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش وانا مش بقوله علشان انا لسه بعمل وليسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل ايه ده ايه ده ايه ده هي دي حكمة ولا فزورة ماما ماما بقولك ايه عايزه مصروفي ايه ده يا ياسمين يا جميلة بعقول اتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود هاتيلي البوك اه قصدي هاتيلي المحفظة وانت اخدت مصروف من ماما؟ عجبك كده يا رانيا شايف الكلام الياسمين بتقوله ايه خدي يا يا اسمين خدي حبابتي يلي يا ستي ايه رانيا انا لسه ما خدتش خدي يا اسمين ادي البابي انا خدت عادل 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 فيو واحد برة عايزك اسمه خوفه اسمه المعلم خافرع خوفه خافرع اه 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 رمته خلاص طيب بدل ماتوقف الراجل بره خليه ادخله اه اوعصالة واعمليله حاجه بدل من انتوقفة like بالهول كده ايه بلهول اه 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 ha طب بس أفك الجبس وأقوم لك أهلاً 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 يا معلم خفرع أهلاً 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 يا حبيبي يا أعز وأعرق صديق لي يا ربنا خليه الله يسلمك اتفضل اتفضل ألف السلامة والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي يعني مش معقولة يعني لها بالله ايه أنا أول معرفة اللي حصل ده فرحت قدي مزجرك وقلت واجب إنهاجي أزورك وهعت نساطين ثلاثة خمسة ستة عشرة زي ما انت عايز يا انهراب يط واضح إن ع Brush لكن هذا كان عشرة اخر كما يخرج برطلال اللي انت جايبه برطال ده تفاح تفاح أمريكاني آه تفاح أمريكاني آه ده تلاقي فيه بوش بقى ليه بوش؟ آه يبوشك في الفلوك بقى خمستاشر جنيئ الكيلو ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوهش تفاح تلاقيه زي ما انت أقول برطال أموماً يعني متشكرين جداً والله حاجة خفرع مش عارف يعني إنه ردهالك إن شاء الله في الأفراح لا لا مش عايزك تردهالي استنى بقى لما تشوف أنا جايب لك إيه تاني جايب لك معايا أحلى هدية هدية مية مية إيه ده تمثال؟ رجله مكسورة؟ آه بالمناسبة هو رجله مكسورة وإنت رجلك مكسورة يبقى الرجلين مكسورين نردهالك إن شاء الله واجبلك تمثال رقابته مكسورة آه فكرتني بالوقت ابني الشاي دايماً بيكسر رقابتي راح أتجوز من وراء مني اتجوز واحدة رقاسة وجاريته اتجوزها كده لأ عرفي كمان اتجوزها عرفي؟ آه أنا نسيت صحيحة يا معلم أعرفك بالمدام آآ راني يا امراتي بس متجوزها على سنة الله ورسوله مش عرف ولا حاجة الحمد الله أهلاً يا معلم نورتنا وشرفتنا لأ لأ أنا بشرف بس إن أنا النور منك أنت اللي نورتين ما قلت ليش أخبار التمثيل اللي أنا طلبتها منك إيه؟ آآ موجودة ومركونة عندي بقالها فترة طويلة لدرجة إنها قدمت قوي يعني بانت إنها أسرية بحقه حقيقي بس بيني وبينك يا أستاذ عادل أنت مش عاجبنيه في الشغلة كل يومين دول مش عاجبنيه ماهو ده راجع حضرتك للأسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بها عادل مع إدارة الشغل أي أنا عايزاني أعمل إيه يعني؟ أجيب الزباين بمطوى من قدام باب البزارة خليهو مشتروا بالعافية؟ أنا رأيي إن إحنا نواجه تحديات السوق بإن إحنا نطور من نفسنا عشان نباين تفردنا في السوق أوه ولو إني مش فاهم حاجة من اللي قلتيه إنها بها كلامك مية مية يبقى مصبوط أحذر حضرتك مثلا إيه رأيك مثلا وإحنا بنبيع أي تمثال ننزل معاه دفتر عنوين وأرقام تليفونات شركة السياحة والطيران والفنادق وفي نفس وقت كمان عنوان البزار والحاجات اللي موجودة فيها أزدعاية يعني للبزار بنا يخليك ويبارك بيك كده مية مية هي الطريقة دي اللي حنتمشي بيها كل العكاة هو إيه اللي مية مية؟ طب ما بالمرة بقى نعمل إمسكيات تتوزع في رمضان؟ سلاحة بشراحة إنت معاك ست ولا كل الإمسكيات أه وأدي ولا كل ستات لأ وأنت السادة أنا عندي ست ستات لأ دا أنا هقول لحضرتك بقى على فكرة إنما إيه هيلة إيه رأيي حضرتك إن إحنا نتفق مع شركات السياحة إنها هتنزل عندنا الأفواج مقابل كماشر هيخدوم الأرباح يا ناوي شايفة راجل فعلا ما يجيبها إلا ستاتها يا مها يا ألخون الأحب يا أولا إيه اللي مقافك يا إيه اللي مقافك هنا يا مهدا فاتصوط على أتحرك أكلمت المعالم خلافاها زي ما قلت لك أه اتصلت بيه وزمانه جاي ربنا يا سترراني ده أنا خايف يجي ولاع في البازار وفينا ده الكلام ده لو أنا مش موجودة هنا مش موجودة إيه دا زي كان دولة ما كانش قادر عليه أنت هتقدري على إيه ممكن تخلص وتنقطي بسكاةك قدام اللي قلتلك عليه فضل خد الورقة دخل ايه ده انت دخل انتخابات ولا ايه ده دعايا للبوزر يا غبي يا ايه ايه افكار الجميلة دي ايه مطلوب توزعها على السياح كلها يا ايه ايه افكار المتعبة دي ايه 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 بطبرة بتقول ايه ما بقولش لا بتقول اه بحسب يلا اقول السلام على من يرد السلام لأحلى مدام اهلا اهلا يا معلم خفرع اتفضل اعد اتفضل ربنا اخليك ويبارك فيك اه اه الطلبية جهزت اه طبعا جهزت يا معلم انت تقوم ربنا خليك بس انا ما ازور شوية هرجوك حدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين حدفع الباقيين اه 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 قد بعد شهرين السلام عليكم وعليكم السلام اهلا اهلا يا معلم مين اهلا يا معلم خوفوا اه اه خفرع اهلا يبقى هو أدامك يا أخي اتفدأ لا أحد اتفدأ الحقيقة جمعنا جمعتكم النهاردة عشان نحل مشكلة المعلم خلافاوي مع عادل لا بؤرز يا مدام اللي أستاذ عادل زودها معايا قوي وبعدين أنا أنا صاحب حق يا ناس معلش يا معلم أصلا هو مش متنشك بس هو الموضوع ساعات يعني البني قدمين بتمر بظروف والمشكلة إن شاء الله محلولة محلولة؟ إزاي يعني؟ إحنا لينا فلوس عند المعلم خفرع هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين أصلا الفلوس دلوقتي مع الطيوس وبالنسبالي إن شاء الله مفيش مشكلة بس شهرين كتير قوي يا مدام ويمكن كمان قبل شهرين ويمكن يومين بعد ساعتين لما ربنا فريجا إن شاء الله أظن كده يا معلم إحنا خرجنا خلاص برا الموضوع ومشكلتك مع عادلة حل صاف يا لبن بقى لي실� inland لا 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 لأ ليست فأناك أيت هذا الويض فيك للجبس أقولي سعطي على الرجلة يا د بقية اسمت شماعة، ما تبقاش عايل نبقاش عايل ولا يعني عشان نبقى الراجل لسانة يا عمام محمد وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لرجلي خمس دقائب من منشار وواحدة خمس بص حضرتك انا بحب الجبس جدا يعني يا ريت ما يقطعوش خلاص لان انا ولفت عليه وبعدين مدفيل لرجلي يا دكتور في اي عميتو؟ وما جايبين يا دكتور من المطبع ولا ايه؟ شش بسكتي خالص احسن لو سمعك حينشرلك رجليك كده ينشرها بس يا ريت قبل ما ينشرها هيعصارها ايه؟ ايه؟ خلاص يا سيدي شلنا الجبس كلي كسر وانت طيب وانت طيب يا دكتور عقبالك كده ان شاء الله وممكن الصبح تنزل الشهر ايه؟ الف شهر زي نحن بقى تفضل مع الف سلام مع الف سلام ايه الحمد الله الحمد الله الحمد الله الحمد الله يلا ام يا بطل شد حيلك ايه حينقذ ما يمكن انقاذه؟ فيها سناء البازار ولع ولا ايه؟ لا اصدها تقول ان امراتك عاملة فيها امو العريف جيب العوائب سليمة يا رب اه والنبي يا حاجة دعيلي ما تلحى يا عادل تكلمها في التليفون حسنا تكون بعيتلك البازار ما انا كل ما باجى اكلمها عاملالي بنضاريتها كده مش عايفة اتكلم معها في اي حاجة خالص الله هو انت بتعرفش يا بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغاية دلوقتي مش عارف لا شفت مينها لا بيد ولا سود بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض يا ماما دي حد عارف يكلمها اللي عامل رساة بتعمل دكترا بنضاريتها هزيه انا بقى بستحلف لها اه هتعمل ايه يعني؟ هجيب شواء الرز من ابو زلط وخليها اتنقيه سلام عليكم عالكم سلام دولة حبيبي وحشني يا دولة ألف سلام عليك يا دولة أهلا 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 والله يا دولة احنا في غيابك ولا لينا أي لازمة يا ابني انت في حضوري او في غيابي ملكش أي لازمة يا رقز يا حبيبي يا دولا ايه البازار دا يا لهو؟ البازار دا بتاعنا ولا ايه؟ لحظة واحدة اروح اسأل اي حد معدي برا واجيلك فريرة لا 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 اروح اسأل وما تجيش خالص يلا اتكاعة الله لا حبيبي اضربني وانا ما يدول اضربني حبيبي بصراحة يعني يا دولا الشغل في غيابك كان فريرة قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريرة؟ ايه قريت بقى؟ اضرب 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 و الله مش فهم عنايا مش فهم عنايا يا غبي ازمايا مش بصدق عنايا يا الف الحمد الله ع السلام اي أستاذ عالب أهلنه وسهل الآن وسهله إزلك امعنوه خلافاء واتفضل تفضل ريش يعني انت المرة اللي فادت لما شرفتني رجل الكسرت ربنا يسطر بقى المرة دي يا سيد يا قافى الله ام سلف وبعدين انا خلاص خدت حقي خدت حقك عشان رجل الكسرت يعني هتتنزل عن فلوسك؟ انا ملي وعل انت كاسل انا اخدت فلوسي من معلم خفرع المعلم خفرع ازاي ده حصل يعني؟ اه الست بقى الست مراطة دي توزن دهب ست مخها يوزن بلد ست زود او ملا ايه؟ اها مرات هيل فتكارت اما معارف دي كلها بناء على توجهاتي يعني انا اللي قلت لها حاولي يتسبطي كل حاجا والباسي تاقيه ده لده فواضح ان نده تاقيه وودت المعلم النكفرع تاقيه خدت طائية؟ نفسي كنت طائية قديم حبيبتي ده خاتم دهب يعني هدية صغيرة اعتراف بالجميل اللي انت عملتين يا عادل يا حبيبي والله الموضوع مش مستحمل خالص يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت اعمل كده عادل ويكون ده عير 18 حبيبتي جينا بقى للكلام الفلسو بجد يا رانيا انا مش عارف اقولك ايه على موقفك الرجول اللي انت عملتين رانيا انت راجل يا رانيا ما تحافظ على ملافذك يا عادل راجل ايه وبتاع ايه ايه طبعا حبيبتي انت قمت بدور ما يقومش بيه ميت راجل لان انا طبعا بميت راجل انت عارف يا سيدي ده واجب علينا يعني الكسر انت بس كده كل يوم واشوف انا هعمل عشانك ايه الكسر وكل يوم فعلا حافظ على ملافذي اقولك الخاتم ده انت متستهلهوش يا رانيا خلاص اكون صحيح تكلميني في اي موضوع الموضوعية انا دلوقتي نيمان اصلا ما بعرفش اتفهم في اي موضوع عادل انا عايزك في الموضوع مهم جدا انا عايزك في بيزنس و بيزنس يعني وقت وقت يعني فلوس بيزنس تفضل يا حضرتك هتخريبي بيتي في ايه بقى المرة دي كمان نو بداية غير مشجعة على الاطلاق حضرتك عايزان اشجعك اعمل ايه يعني مثلا اعود اهتف اقول رانيا واسقفلك ولا اعمل يافتة مكتوب عليها مشروع رانيا انا عايز اعرف انت ليه دايما بتسفه من كلامي ومتسرع كده في احكامك حاضر تفضلي مش هسفه ولا هتسرع تفضلي ارغي 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 ال اوبن دي ال اوبن دي هو مشروع كل عصر ال اوبن دي مشروع كل عصر لكل سيدة في مصر اه ده زي القراءة للجميع يعني يا كد يكون بس هي الفكرة ان ال اوبن دي مربح جدا يعني داخل ال اوبن دي اتعدى في الشهر خمس تلاف جنيه وقابوا خمس تلاف جنيه ده عايز رسمها لقد ايه يعني ازيني تلت تلاف جنيه وانا هتديهم لصاحبتي تنزل تجيبلي من تركيا هدوم قد كده هوا هباها عندنا هانا تلت تلاف جنيه ايه انت تجي ان انت تلت تلاف جنيه ايه يا هاني من اللي انت تلاهم مني ده رقم تطلبيه مني بصي مفيش فلوس يعني ايه مفيش فلوس هاي يعني ايه مفيش فلوس يعني انا من حقيقة احلمي وطموحاتي مش كفاية ان انا قعدالك في البيت ما بشتغلش اصلا انا اصلا ما بحبش عندي ست تكون بتشتغل يا سلام طيب ما اختك بتشتغل اخت دي من ستات اصلا يعني وبعدين اخت بتشتغل عشان مطلقة لما ان شاء الله تبقي مطلقة هسمحلك انك انت تشتغل يا او بقى دي مش طريق تعيش على فكرة بقى رازهق انت زوج اروستوكراتي معاصر اروستوكراتي وكمان بتشتميني باليوناني ايه يا ولات في ايه؟ تسخنوا ليه؟ اتفضل يا ماما الهانم عايزة تلات تلاف جنيه قال ايه عشان تعمل مشروع اوبن بوفيب ايه؟ بطلوا بحنا بقى اسمه الاوبن ديت اهدى يا عادل اهدى يا حبيبي ونتفاهم مفيش تفاهم مفيش مشاريع تتعمل ومش مطلع ولا مليم يعني ايه مش بتطلع ولا مليم؟ يعني انت عايزني انسى طموحاتي وامالي؟ معليش يا رانيا معليشي انا ماما انا حتصرف تتصرف في ايه ماما 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 عايزنك يا ماما الموضوع ده ما يتفتحش تاني موضوع الاوبن ديت ده لا اما بقى اخليه كلوز ديت بس 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 يا حبيبتي قطعت يا قلبي لا لا جرحني جرحني عادل جرحني معليش يا حبيبتي معليش ما كنتش اتوقع مني اني عملي بالخسونة والتهور ده كله قطعت يا قطعت على الرجالة كلهم كده اسألين انا الرجالة؟ ايه ده يا ماما؟ بتنموا على الرجالة ومن غيري؟ لا والله لسه بدلين طيب يلا يا ماما قوليه بسرعة ها بتنموا في سريك مين؟ ابني حبيبي عادل يا قطع عادل واسنين عادل عملي المنايل ده تاني كل صاحباتي عاملين اوبن ديز وكسبانين جدا ومبسوطين ليه وليه؟ انا كمان عايز اشتغل شبكة علاقاتي بسيدات المجتمع الراقي وسيدات الصالونات المزهب الفاتنة هم دول اللي هيخلوني اعرف اعمل اوبن ديز واكسب ونغنقه وننتقل الى مرحلة جديدة اه 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 اقول لك يا راني اقول لي المشوع ده يتكلف كاما؟ 3000 جنيه وهنجيب اللبس كله من تركيا واحنا ممكن نبدأ بداية بسيطة يعني تركيا 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 ماما ايوه؟ اللبس ده لو اتجاب من الوكالة يكلف كاما؟ ايوه بمشار و300 مجوني 300 مجيني خالص يا ماما نجيبو ونضرب ماركات اه ونكو انكيس وكل شي بقى كويس ايوه بيش السيات ايوه أنا كده بنكيس الزبون اتجارة شطارة والشطرة تغزل برجل حمار وديني فالطلمان هي انا النس انا النس انا النس ايه يا بيكي ايوة طبعا بكر الـ Open دي بتاعي ايوة يا بنتي ايوة لا انا مجبتش من هنا لا طبعا انا رحت سفرت ورحت رحت فرنسا ورحت تركيا ورحت لبنان اصدقاء اخطول انها راحت ميدان لبنان ميدان لبنان وسوق غزة وجابت الاكسسورات من ارض اللوة شو محدد بليز ما تفشيش اسرار الشغل بتاعتي قصدك اسرار النصب يعني انتو فادلين لحد اشتري منكم الهليل دي بس ايا حبيبتي اه لا بصي لا انا هقولك انا جبت الجينز وجبت شوفونار وجوبلار اه وجابت عادة الكلب وجابت دمور وجابت لفتح اه ايا ايا بيكي بليز ما تنسيش تجي بكرة اوكي يلا حبيبتي باي 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 رايا بطلوا النصب اللي انتو بتعملوه ده هو في حد اشتري الزبالة اللي انتو شاريانها دي اصلا ان شاء الله ربنا هيكرمنا وحنقبر جمباري هي يا ماما اي كلاب انتو بيقونت وعفة على العربيين كبدة طب خلي بالك بقى عشان الطحينا خلصت يا جماعة احنا انسينا نحط البرايس لست بتات الحاجات اللي حتتشرب البرايس لست بص يا حماتي انا رايي ان كنت التواري برضو المشروع بتاع المشروبات ده وتضيفي لي مشروع تاني بتاع الاكل يعني مثلا ممكن تجيبي قد عشر ترغفة عش فينو مع ربع لانشون مع ربع باسترمة عشان بقى تكسبي اكتر يعني ولا يهمك يا ماجي تموينك علي انا واذا كنت تحب موميرفت تخش معاك بالنص انا مستعدة اكلمها لك انا من رأيي يا اخوانا بلاشوا موميرفت لان موميرفت مسلا ممكن تخنصر من السكر وتديه الجزهة عشان يبيعه في القهوة ماشي يا عاني ماشي بكرا هتزرف الدموع لما تاعي الفلوس بتجري ورانا يا سلام فلوس بتجري وراكو بتلعب معاكو السغمية واستخبى الفلوس في الخاسنة وانتو تحطوا دهور عليها وتنوين فينا الكنو منص هي فين النعمة يا ماما انتو لسه بيعتوا حاجة اهلا وسهلا الفضال ونورتوا الفضالي يا حبيبتي ذوقي 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 عصير 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 عندي شليمون عندي عيش عندي عصير عندي بطادس عصير عصير مية وعشرين جنيه ازاي انت عايز تغديب مية اديني عقلك يعني هو ما كسبه اساسا عشرة جنيه بس عايزاني اخسر يعني انفعك ان انا اخسر هتستفيدي ايه لما انا اخسر بصي كده على الماتيريال بصي اوكي هتستيه كلو 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 عصير 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 وده بقى نفس السيد فستان ملكة البرتغال السابقة لانكشار افرادات اللي بساته في حنة ابنها الصغير جورج على فكرة بكرتش راضي انها هتجوزه البتة دي كانت عايزة تديه البنت خالو اللي هي كونتيسة سوراية عبدالربو مش ممكن ده ده هايد هي كانت مسكة انا ولاية كانت مسكة ولاية الكيت كات اوه ده شنيه خالص انا اشتريته خلاص ده بخبزو مين جنيه اوكي شيبس 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 عصير عصير شاي بشري شاي فتلنا شاي مخرز ادفع كتير تكسب قليل مين عايز بسكوت مين عايز عصير مين عايز شيبس مين عايز شاي مين عايز عصير مين عايز عصير بصي بقى دي بيزونة المالكة فرفورة اللي جابت البسحة في مقودة نومها واو فانتاستيك اه دي اما كانت قاعدة بقى في بيت الطالبات اللي في هولندا اللي عند المفارق اوه فانتورة وحضرتي كمان الفرشة اللي هنا دي هتلاقي البنطالون الستريتش اللي كانت بتلبسه الأميرة نيستو لما كانت بتحضر الفرح بتاع ابن خالتها اللي هو الأمير رومي الخامس اوه انا شو سمعت الاسم ده بكده اكيد طبعا سمعتي في اي سوبر ماركت نيستو رومي اوه انا احد الو سبحت مابغزيش الشغل بتاعي معاي جيبنا نيستو معاي جيبنا رومي معاي بطير معاي كل حاجات الله الله يا مدام الله بدستومك ما حصلش بدستومك ما حصلش يا انا اف افه على جمال وبصي ماسك بالزبط يا ربي اتحكم منك حدة بس مش شايفه ديق نمرة؟ هو ديق نمرة فعلاً لو حضرتك هتربسيه في دماغك يعني حضرتك ميه؟ لا مفيش حضرتك ده أنا معادي أنه هو في الشارع بالصوت فيعني هو ده مش شارع عادل سعيد ولا إيه؟ معانا غطيخ معانا كوسة معانا قارع معانا بسكوت لا يا سنتي متشاكلي معاكيش في سيخ أنا هتخش هرايح شوية بقى إيه أنا؟ مش تقولوا أنه انت حاولتوا القوضة دي لبروفا مرحبا بايبي مرحبا بايبي أيها الأن.. أيها الأن akkor أيها الأنه إيه ده إيه ده إيه ده أنتوا جايبين كلب أنا في البيت و أنا أصرف عليك ولا على الكلب هل أقعبين كلب الأعمل فيه؟ لا أبي عادل معيش ولا عادل ده لاعبا خمس تلاف وستة على فكرة انتوا فاهمين الغنى غلط خالص يعني لابسين شتوى على صيفي لاربع مواسم عبر نيد شايفين شمس ماشية في الشقة هنا اه مش احسن ما بقى موفلس انتي انا ليه مع حضرتك فلوس قد ايه تلات تلاف جنيه يا حبابتي اوه نو بس ارجوك يا رانيا ما تتخضيش ما تغضبيش ما تزعليش هنعمل ايه النهاردة اشتغلنا ساعتين بس وبقي اليوم قدناه في الجرد يا يا جماعة انا جعل انا جعل سيبوكوا بقى من عد الفلوس والكلام الفارغ ده ما حدش هتضل عشا ولا ايه ايدي دون ايدي دون عشا ازاي لا يمكن اسمع لا لا رانيا بليز حبيبتي قومي نعملي له لوماتوس عشان يتكل لوماتوس ايه وانا بتاع لوماتوس انا عايز اكل رز عايز اكل خضار عايز اكل لغواصة ولحمة وسلطة ومخل البلدي انت متأكد ان هو ده طلبك بس؟ اه هو ده طالب هو ده يبقى اعتبر بس؟ ايوه يعني هيجيله بكم يعني؟ اه ما معرفش هو ايه اللي يجيله بكم؟ انتي من فضلك يجيله 100 جنيه علشان يخلصنا من الموضوع ده ويبطل يوجع دماغنا اف ايه يا سلاه ميك جنيه اعمل بها ايه احطها في نصر غيف اكلها اوكي نونو اوكي نونو اوكي نونو اوكي هاني جوست مومنتا اتفضلي شكرا chan telling شكرا عميلة اوه ماتهم اصفورته القنة؟ اصفوري تيو انهاكول عصافير دنتي لو جبت عش عصافير ايو اليو coy صوصة وبطني وخلاص مش هيجباه اوه اوه ارجو طول حبيبتي منصي ربنا يا خليكي من فضلك عايز اربع زوج حمام شاء لبزاك واربع جوس حمام مستو اوكي شاولي متفلاخ يا سلامي ده فاضل بقى حبة حبة يا ماما لقيك واقفة عند مكنة إكس بريسو وانا أكل ايه أكل ايه بقولك اطلبيلي فاخدتين متابلين بالتومة فاخدتين بالتومة مرضو الواطي هيفضل واطي تموت انت بقى في الحلويات وفي الكرشة وفي الفشة والحاجات دي ببي اطلبيلي من فاضلك واحد لانجوست ما شوي مع سوس دي بير لانجوست ما شوي؟ لانجوست بسوس دي بير بكم بألف جنيه باس؟ سيزور طوطل يعني كم؟ ألف وخمسومة؟ اوكي حبابتي بليز ما تتأخرش تانكيو بيبي باي باي مرسي يا قلبي اوه ويز ماي بلاجر اذا انتوا ترابطوا الأكل وما ترابطوش حلو انا متعودة ماكن لازم حالي فين الحلو افو اجيبلك التليفون ماي دي اه لا حيتي مرسي حكلام بالموبال بتاني اوه غاية شو؟ ألو هاي محلات الحلو يا حبي الحلو واني صاحب محمد الحل؟ اه ايبعت لنا هنا يا حفيفة كيف عشان واحد بقى ايه مايتقلش؟ حبيبتي من فضلك لا كل اللي عندكو كل دا حناكلو يا حبيبتي لو مش اكلناهوش اه انا حبيعه وحكسب منه فلوسات كتير تبيعي ايه وتكسبي ايه وتقسمه ايه ايه يا جماعة الطلبات اللي انتو طالبينها دي طلبات مبالغ فيها جدا مفروض ان انا اللي ادفع يعني دي حاجات كتيرة قوي اه فعد الحبيبي قلبي ما تقلقش نفسك ما حدش طلب منك تدفع احنا هندفع اه تدفع ويه انا راجل البيت انا المفروض ادفع هو انت معك فلوس؟ اه اه لا خلوس يبقى سيبنا احنا نعمل التصرفات دي ملناش دعوا بيك اه تصرفاتي يعني ما هو ما هو مفروض ان الراجل البيت هو اللي بيدفع وانتو ما ينفعش هدفع اه بي 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 يعني انت لو جيه الاكل مش هتاكل اه ها انت هتاعمل فيها سبع رجالة ببعض هو اكل وبحلاق ما تدفع وخلاص يا دولة خد انصف انت مكلتش من الصبح اه والله يا رامسي انا مكلتش بتاعلم بكام السندويتش ده يا عم حاجة عبيطة اخلي ايه اللي خلي انت هتبقشش عليا تصرف عليا يا اذا ولا ايه ايه دولة واحد يا عم واحد يا عم لا 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 اهوا كل واحد يعمل فيها نزيه النهاردة ولا ايه خلاص يا عمنا بص الشندويتش الطعمية ب13 جنون ونص حفي حرامي وغبي فيه سندويتش الطعمية ب13 جنون ونص يا لتفساها بالك ايه دولة؟ مالك يا عمّة مالك كده هو؟ يعني دلوقتي أنا سرقك بردو زعلان بردو أعزمك بردو بردو زعلان قال لها! طب أنا أعمل لك إيه بقى دلوقتي؟ فين بقى يا دولة؟ فين أيام زمان كده؟ هو عند دولة لما كان يقول لي إيه تقل يا رمزي يقول له إيه تقفينك يا دولة؟ تزعقلي ما زعلش تضربني ما زعلش كسرت يا رمزي كسرت آه أكيد وقعت من عرف كأنني وقعت من عرف تركانت عرف يا رمزي ما بقاش ليا كلمة في البيت طيب ولي زعلة دولا طيب معا انا عندك اهون في عمري ما كان ليا كلمة في اي حتة في الدنيا ولا ليا لازمة كمان ومع ذلك انا مش واخدها بحساسية يا ابني افهم يا ابني الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم ومبقيتش قادرة حكومهم اسمع دولا انا امي لما اشترت البقرة صبوحة والعملية جلت في ايديها بقى لبن جبنا هريش وشاورمة شاورمة؟ كان بتاخد شاورمة من البقرة وهي صحي ايان هراضيات وانا عمالا اقولي الزكاوى اللي عندك دي جيبها من ايه من امك دولا لو سمحت بقى لو عايز تفهم اسمع لو مش عايز تفهم اسمع انا ااسف جدا ان انا قطعت حضرتك يعني وحضرتك بتنصحني انا ااسف تفضل حضرتك سمعني انا بقى ابويا ايه كان تاجر كبريت قد الدنيا دولا عمي على اساس ان انا ما اعرفش مين يعني كان ايه عنده مصنع كبريت ولا ايه لا يا دولا كان عنده بقى قرصتين كبريت واقف بيهم كده بس ايه القرصة فيها اتناشر علبة كبريت ما شاء الله ده انت غني بقى وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالسروة بتاع ابوك بالكبريت طول الوقت بتلعب ما انت ابنه البكري لاهبت انا بقى يا دولا كنت بقى اوم شاطة اتعود الكبريت كده وانا اوم رميه في ودن البقرة صبوحة اه عشان تستوي تنزل الشاورمة الاستوية امك تقطع منها واتبيع للشبابة المنحرف في القرية صح؟ دولا لو سمحت عايز تستفيد مني اسمع اه انا اسف انا اسف انا اسف بقى قطع حضرتك تقنى انا اسف تفضل قولي انا بقى ابويا بقى لما لقى وان ام اختنت وكده هو يعني ايه ماسكيتش وقرر يحريبها فقام اشترالها بقى ام اشترالها بقى ارى طبعا لا يا دولا اشترالها سم وام سمم لها البقرة بتاعتها ورجعوا بقى اللي اتنين فقراتين وانا تلطنت بقى وجيت لك في نهوف اه يعني انت عايزنا تستفيد من الرواية بتاعتك دي كلها ان انا اسمي لهم الفساتين يعني ايه يا دولا مش لازما يعني تسمي لهم يعني انت ممكن تشتري لهم سكينة سكينة بص برغم غبائك طبعا اللي انت اكيد متأكد منه يعني وبرغم كل اللي انت بتقوله بس انا ممكن استفيد بحاجة ان لا يفل البقرة الا الجموسة يلا خشي انا انت وهو انا ماشا الريس خشي افرشي انا ماشا الريس ايه ده ايه ده ايه الاوبن داي بتاعنا من حقنا نعم الاوبن داي كل واحد في اوبن داي لانا مش اسلوب دا يا عادل فقالنا بقى هو ده الاسلوب والبضاعة موجودة وعلى قدنا هو يلا يا سباين متنين ونصر تعال ابص متنين ونصر تعال ابص اي مشروب اي مشروب بخمسة وثلاثين قرشة ولا استغلال الستات ولا الكافيهات انت انت يا جربوعات انت تعال هنا بص بقى انت تاخد العسيل بتاعي بخمسين قرش وانت البيقه بخمسة وثلاثين قرش والرخيص ثمن وفيه وانت هتكسف لوس ادي جدا هو امسك والنبي الشب بتقوليه باتنين ونصر والعلا بصر باتنين ونصر باتنين ونصر وخليها تخرب يلا يا مادام يلا يا هانم يلا يا مادام فستان إلهام يلا يا بيه بدل النماء ايه ولا استغلال جامعة الدول ولا الشهاب قربوا يا شباب باتنين ونصر علا بصر فارشة دولة اسعارها مش معقولة باضي حريمي بثلاثة ونصر قرب يا مادام قرب يا مستاذ قرب يا بيه معانا صبورة إنما ايه سل الأمورة معانا صبورة اتفضل يا مادام اتفضل عشان خطك بخمشر جنيه عشان خطر عيون حضرتك بس لأنا لسه شايفاها عند أبو دولة بثناشر بس تعالي 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 دوقي دي شيطة وذايبة وبتاعة غسلة واحدة اللي عندي دولت لا 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 بتاعة غسلة واحدة اه ما أنا لابس منها اه اه وفتتغسل كل يوم بالمرتين وبالتلاتة ولا بتبوز ولا اي حاجة بتنين وينوس عادل ده مش اسلوبي عادل للبيع والشرق يعني ما ده مش شرف المهنة يا عادل يا واطي يا عادل يا واطي حرف حد فعد ولا ايه يا واطي لا 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 اتجارة شطارة واللي حسنه يكسنه واللي حسنه يكسنه ولي حسنه يكسنه تعال أقرب أقرب يا مدام بسن الوينوس أقرب يا أخوان طلع يا دي البضاعة هاي يا مهد طلع يا هلا قرب يا تيزة البضاعة الترابيزة أقول لك يا أستاذ ليس عندك تلسين أطفال؟ خلاصين؟ ديك خلاصين لأطفال من عندك أقلا يا ريز دولا يا ريز دولا يا ريز عاملين بكامل نهاردة أقلا كله على بعض بأربع تلاف أربع تلاف؟ أيوا يا ريز تقدريهم يا دي عشان ما نتحسبش يا ريز يا أمتي عاملين بكامل نهاردة يا أمتي بتين جنيه طب واحنا عاملين في البوفي كاما وادة فتلة تلتمائة جنيه اشتر عايشين وانتي عاملتي كام يا خبتها خمسة وعشرين قرش خمسة وعشرين قرش ليه واحد تعبد كباية ميا ولا ايه عموما اللي يكسف من بنت عامة ويتجاوز بنت خلطة عشان تتردعوا شوي انا منتوا لاخد منكم البضاعة كلها ويعنا هقرديكم برشين احنا حنحافظ على الفرشة دي لحد آخر شراب في البضاعة الله هو أكبر ايه الروح القتالية دي أهلا اللي أنا شايفها انت بتحرق أسعار يا عادل ايه الريز دولا ايهوا انت يا ما حرقتوا دمي احرق لكم شوية أسعار وبتشغل الأغاني السوقية علشان تعمل دعاية لنفسك يا عادل ايه الريز دولا ايهوا ما انا ما دعيت عليكم الحمد لربنا استجاب ماشى يا عادل و الباديه أصلب واللي الحصلني يكسرني بثنين و نص تعالى بص بثنين و نص بثنين و نص تعالى بص وقرب أقرب أقرب يا متغرب تعالى اطور وقرب بجنيه و نص ويلا يا تا انت حنبيع بالقاس ويلا يا عمو هاتش ميز لحامان اهلا 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 يا عم احنا صوتك تنبح بقى دولة بقى صوتك تنبح يا هلا انا جايبك المترجم للقناة ومعكت ومخروب ومعكت ومخروب سماء حس 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 بقى أنت وها وهاي ايه ده أنا مندوب الرئيس الحي تمام؟ وانتم معمل لكم محظر اشغال طريق واجغال طريق سيادتك يعني مافهوش هزام تمام؟ وهنصدر البضاعة ايه رأيك؟ هنصدر البضاعة وأنا بقى لم بالفرش يا بنا لم بالفرش يلا وأنا بقى فكرين تغيبين على وقت لي بس ها مش نايم على وقت در